الحمد لله الحمد لله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتىه اليقين من ربه فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وارض الله معنا الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ونحن معهم يا رب العالمين ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه وخير الهدي هدي نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله كما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى وكما علمتم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ أصحابه وكل المؤمنين موعظةً بليغةً درفت منها العيون ووجِلت منها القلوب فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مُودِّعٍ فأوصِنا قال أوصيكم بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله وأحسِنوا وكونوا من الصالحين المُصلحين أصلِحوا شأن دينكم وأصلِحوا شأن دنياكم وأصلِحوا شأن آخرتكم وأصلِحوا شؤون أنفسكم فراداً وشؤون أسركم ومن تعولون جماعات وأصلِحوا واجتهدوا وعملوا وكدوا لإصلاح جماعة المُسلمين في بلدكم هذا وإصلاح المجتمع الذي تنتسبون إليه في هذا البلد أسأل الله عز وجل أن نجعلنا صالحين المُصلحين لا دالين ولا مُدلين برحمة الرحمة 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 أسأل الله عز وجل ويبت دอยową في هذاหมد直 خلط كل اللهم و أسحن لفرحمة jumped imaginary على نتجل haben قبل بحق بحق ، و منتجل دعاء الله و تعلى وتzt deserveى اجزائي الناست و漫امية من الله تعالى شكرا للمشاهدة أيها المؤمنون نحن في عامٍ جديد وقلنا في خطبتنا السالفة أنه لا بد لنا من التجديد لأن ديننا هذا هو أصله وهذه هي نوعيته فالإسلام دين التجديد إنما جاء الإسلام ليجدد للناس علاقتهم مع ربهم سبحانه وتعالى وعلاقتهم مع أنفسهم وعلاقتهم مع غيرهم جاء الإسلام بعد الدعاء اليهودية والنصرانية جاء الإسلام لينقض كل ما كان من تشديداتٍ على الناس في دينهم وحياتهم جاء الإسلام بالتيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الإسلام دين التجديد بطبعه وبكنهه وبوجوده في هذه الحياة الدنيا على هذه البطحاء ولهذا على المسلمين أن يجتهدوا حين يتذكرون أن لهم عامٌ جديد وأن هذا العام الجديد يجب أن يبدأ بهذه النية التي تعقد في القلب فيطمئن بها وينشرح بها الصدر ثم يبدأ بها العمل إخلاصًا لوجه الله تبارك وتعالى ولذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى من قدره وقضائه أن يجمع الصحابة رضي الله عنهم حول عمر رضي الله عنه الخليفة بأن يؤرِّخوا للإسلام بهذه الهجرة المباركة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدليل على التجديد تجديد ما كان من قبل من ملة إبراهيم حنيفة الذي لم يكن من المشركين وهو قول الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديناً مقيمة ديناً مقيمة ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين فجاء الإسلام بهذا التجديد وإن كان لنا تذكرة أو كانت لنا تذكرة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في بداية هذا العام الجديد فهي لا تكون إلا تذكرةً بالتجديد كما قلنا عامٌ هجريٌ قمري هلاليٌ إن أردت فقل وهو عامٌ يجب أن يأخذه المسلمون بتفاؤل لأن الأصل في المؤمن أنه يحسن الظن في الله وأنه يعيش بالفأل الحسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبارك المسلمون لأنفسهم فيما بينهم هذا العام أن يسألون الله عز وجل البركة في هذا العام أكثر مما كان في عامٍ سابق ثم تكون هذه المباركة بالبركة الربانية للإنسانية جميعاً وأن يرفع رافع اليدين المتضرع لرب العالمين يديه فيسأل الله عز وجل البركة أن يفتحها على أهل الأرض جميعاً وأن لا يبقى المسلم يفكر فقط في نفسه نفس نفس حتى لا يبقى له نفس ثم يبحث من حوله فلا يجد أحداً من حوله ثم يبحث من حوله فلا يجد عملاً يرمق ويترقى به عند ربه سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة الخروج عن جماعة المسلمين كالخروج عن تلكم الدائرة الربانية فالخارج عنها هو سهل على الشيطان الذئب الذي يبحث على افتراس على افتراس المؤمنين في حياتهم الدنيا قبل الآخرة قبل أن يأتي الموت وقبل أن تأتي الغرغرة فكل من خرج عن جماعة المسلمين وانفرد بنفسه أكله الشيطان والشيطان شيطانان عباد الله كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وهما وكلاهما عدوان للأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم عدوان للمؤمنين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولهذا علينا عباد الله أن نبقى في دائرة الإيمان ودائرة الإيمان شهادة المؤمنين للمؤمن بالإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعتاد المساجد اشهدوا له بالإيمان أو قرابة ما قال صلى الله عليه وآله وسلم عام جديد عباد الله ألف وأربعمائة وأربعون سنة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زد عليها ثلاثة عشرة سنة في مكة قبل الهجرة وانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم ومن حوله من الصادقين بنوا لنا ومهدوا الطريق حتى نصل إلى رب العالمين ونعي من هو رب العالمين نسأل الله عز وجل أن يبصرنا به وبأنفسنا وأن يجعلنا من الواعين وأن يجعلنا من المتبصرين فهو ولي ذلك والقادر عليه في ظرف وجيز ثلاث وعشرون سنة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضارة عظيمة للإنسانية بل مهد للإنسانية الطريقة إلى ربها وإلى جنات ربها سبحانه وتعالى فيا له من رجل عظيم نسأل الله أن يجازيه وعننا خير الجزاء جزاء نبي عن أمته نسأل الله عز وجل أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الذي وعده من الجنة إن الله لا يخلف المعاد جزاء نسأل الله وغضارة ينزل يزال المصدر هذا المصدر يتزال نسأل لعظم النساء ينزل العزاخ جزاني مع أي более الفرورة الفروري وزقادة في ذلك الوحيدة المتبولة في ذلك الوحيدة أدراننا الذين ينقل الأفضل خلالذا والجلودة وزقادة وشيطة قبل ان دهرب إلينا نورا أكبركم ستكمل أعلم إنهselves من إسم الأولى Lorsque le rappel est bénéfique Nous dit Allah Le moment est propice Le lieu est propice L'état de chacun d'entre nous Est propice A nous De faire Réaliser Ce renouveau en nous Cette réforme en nous Cette nouvelle énergie Pour nous Non seulement pour nous individuellement Mais pour nous dans nos familles Revoir Et revoir Étudier et réétudier S'asseoir et se rasseoir S'assembler Et se rassembler S'unir et se réunir Ne jamais arrêter De garder le lien Avec Allah Ne jamais le couper Ne jamais couper le lien avec la famille Malgré tout ce qui peut nous arriver Malgré les discordes Malgré les séparations Et cette famille Elle est aussi une famille musulmane C'est-à-dire La umma de Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Le père des croyants et des croyantes Sallallahu alayhi wa sallam Comme il s'est décrit lui-même Bi abih wa wa ummi Sallallahu alayhi wa sallam Et ses épouses Sont les mères des croyants Et des croyantes Comme les décrit Allah Subhanahu wa ta'ala Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est au-dessus De tous les croyants Et les croyantes Et ses épouses Sont leurs mères Le lien Est aussi Fort Lorsqu'il est à la fois De sang De foi De conviction Mais aussi De moralité Et de comportement Et d'éthique Et encore plus A travers L'adoration A travers le culte A travers la récitation Et les assises De récitation De l'Quran Et d'études De l'Quran al-Karim A travers les mémorisations Et les méditations Du noble Coran A travers le dhikr D'Allah Subhanahu wa ta'ala Collectivement En famille Et individuellement Au profit de chacun Et au profit De toute la famille Et au profit De la grande famille De Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous a laissés Sur la clarté Et la blancheur Et la transparence Entre nous A travers cet amour Fraternel Qu'il a tissé Sallallahu alayhi wa sallam Dès sa hijra Sallallahu alayhi wa sallam D'où l'occasion De parler de la hijra Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et on a commencé A détailler Avec bien sûr Avec bien sûr Analyse Et lien Avec notre contexte Dès dimanche dernier Entre le maghreb Et nous continuons Ce dimanche Qui vient Inch'Allah Entre les deux prières De le maghreb Et le maghreb A parler de Cette hijra Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'elle le sent Et qu'elle le sent A en tirer La hijra Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Marque toute l'humanité L'histoire De l'humanité Est marquée La création Et la mise en place La construction D'un grand édifice De Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam De cette civilisation Musulmane Qui n'a cessé D'apporter Du bien A l'humanité Jusqu'à ce que Ceux qui se proclament musulmans Connaissent le déclin Et à partir du moment Où les musulmans Ont connu le déclin L'humanité A beaucoup perdu Aujourd'hui C'est à nous De faire Les louanges A Allah Subhanahu wa ta'ala De nous louer Pour cette nouvelle année Et les louanges A Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permettent De l'adorer De l'invoquer De l'évoquer Et d'évoquer Sa bénédiction Pour toute l'humanité Car nous baignons Dans le même bain Que toute l'humanité Mes frères et soeurs Allah Subhanahu wa ta'ala Ayuhal mu'minoun Hina ma Zakara Al ash hura Al hurum Wa minha Hada shahr al muharram Shahrullah al azim Shahrullah al haram Hina ma Zakara Subhanahu wa ta'ala Fisura ti tawbah Fala 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 Tadhimu Fihin Anfus Kom Jumhur Aheli Al-ihlim Aheli An-Nad Dhammira Huna Yaudu Ilè Ilè El-4 Huru Wabang Al-Ulima Khal Al-Shuhur L-12 Kul-Laha Fala Tadhimu Fihin Anfus Kum Fihim Emang B-Bil-lah L-Wahid El-Aحد El-Fard El-So-Med الذي لا إله إلا هو ولم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فلا تشرك بالله عز وجل أحداً لا هوى لأحد يشركه بالله تبارك وتعالى ولا رجاءً في أحد نشركه بالله تبارك وتعالى لا يؤمن أحدكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ولا رجاء إلا في الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً أي خوفاً ورجاء لا رجاء إلا في الله ولا خوف إلا من الله هذا دعب الصادقين من المؤمنين فإن كان لنا ظلم أعظم فهو ظلم الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والإنسان والمرء فيما بيننا ونحن نشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد الرسول الله لا يدري من أين يأتيه الشرك شرك خفي أو شرك جلي نسأل الله العفو والعافية لنا ولي آبائنا وامهاتنا ولي أزواجنا ودورياتنا فهو وليو ذالك ووالقادر عليه شخص خفاء وصف شخص خفاء وصف لا فور أحب أن l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى كنه أحب المحضر في المحضر هل يحب المحضر نحب دعوه لا إله إلا الله أحب نحب أحب أن نحب نحب أن نحب كن الله L'espérance on Allah Et la prédestination On imagine Que 12ворions Il nous existe Qui est exempt Et cela ne peut pas Arriver à une finalité Sans utiliser les moyens Et en Islam Il ne peut y avoir de finalité Que celles qui sont propres De tout associationisme et de l' Boot المترجم للقناة 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 C'est réaliser ce qu'Allah عز و جل A voulu de l'Omme de Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam كنتم خيرا أمتين أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Vous ne serez véritablement La meilleure communauté Extraite de l'humanité Au profit de l'humanité D'Allah عز و جل Que lorsque vous appelez A ce qui est louable Et vous interdisez ce qui est blamable Prioritairement à vous-même C'est pour ça qu'il a dit C'est-à-dire vous ne le faites Que sincèrement Vis-à-vis d'Allah D'où l'importance De cette réforme Dans La ilaha illallah التي جاء بها في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عند أبي داود اختلف في صحته في سنده لكن متنه اتفق على صحيته قوله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا بيمة يا رسول الله قالوا أكفروا من قولي لا إله إلا الله Il a dit صلى الله عليه وسلم réformez votre foi Ils ont dit Comment يا رسول الله Il a dit صلى الله عليه وسلم réalisez لا إله إلا الله Au quotidien dans votre vie Réalisez-la Qu'elle soit une action Une œuvre Ce n'est pas seulement un shi'ar Des slogans Il vaut mieux se taire et agir Que de parler et ne rien faire Il vaut mieux Agir Tout en appelant à agir Que d'appeler à agir Et ne pas agir Ce serait Ce serait de l'hypocrisie Qu'Allah a interdit Et que toute Personne munie d'intelligence S'interdise Ce n'est pas seulement un shi'ar Ou qu'il n'est pas seulement un shi'ar كما أجمع عليه أهل العلم من سلفنا واختلف فيه واختلف فيه بين علماء السلطان وعلماء الإيمان لا يُحرِّمونه ويقولون بجوازه أما علماء السلطان فهم يُحرِّمونه على العامة ويُجيزونه للسلطان كما يُحرِّمون الموسيقى على العامة والرقصة ويُجيزونها للسلطان فَكَيْفَ لِسَاحِبِ الْلُّبِّي أَنِّيُّلْقِيَا سَمْعًا إِلَهَا أُولَا أَوْ يَكُونَ تَبَعًا لَهُمْ إِلَّا إِلَّا مَنْ كَانَ مِثْ لَهُمْ نِسْأَلُّلَّهَا الْعَفُو وَالْعَافِيَا Le fait de souhaiter une bonne année en islam n'est pas interdit n'est pas une innovation illicite au contraire c'est une bonne innovation s'il y a véritablement innovation et je vais vous donner la preuve qu'il n'y a pas d'innovation ça s'est réalisé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu avec deux parmi d'autres compagnons radiyallahu anhu ne sont pas sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour repousser l'ennemi qui venait attaquer les musulmans à Medine et que Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu a dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été éprouvé pendant 50 jours et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a puni ainsi que les deux autres mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son repentir au sujet de les trois qui ont été éprouvé sur la taubah il a été rapporté sur la taubah que les sahabes radiyallahu anhu tellement ils étaient heureux qu'ils sont venus tous embrasser Ka'b ibn Malik wa sahibay wa yuhenni' a yuhenni' ouhuma bitawbatillahi tabaraka wa ta'ala alayhim wa yuhenni' ouhum bitawbatillahi tabaraka wa ta'ala alayhim wa adhafis sahihay muttafaqun alayhim dans les deux authenticités le Bukhari au muslim les compagnons sont venus vers Ka'b ibn Malik et les deux autres compagnons et ils les ont félicités c'est à dire ils ont demandé à Allah azzawajal de leur permettre la félicité et le salut ils étaient heureux pour eux car Allah azzawajal les a purifiés Allah a accepté leur repentir ça veut dire une nouvelle vie une nouvelle année dans leur vie pure et propre les sahabes radiyallahu anhum c'est l'exemple pour ceux qui veulent vraiment les suivre ils diront on suit le salaf les salafes ce sont les sahabas mais aussi les prophètes et les messagers et à la raçée Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été heureux pour Ka'b ibn Malik et Ka'b ibn Malik il l'a rapporté il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce jour là son visage resplendissant lumineux plus beau que la pleine lune sallallahu alayhi wa sallam tellement ils n'étaient heureux pour lui sallallahu alayhi wa sallam faqala rahimahum allah il tefaqa ahlul ilm ça veut dire c'est un consensus il tefaqa ahlul ilm enna fi hada akhtilaf bayna sahaba wa anna hu fi haqiqatihi mubahun la huwa sunnatun wa la huwa bid'ah ay huwa minal mu'amalat donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie sociale et dans tout ce qui fait partie de la vie sociale nous alamak nous disent al aslu fil achia il l'ibaha illa an i'atiya ta'atiya karinatun fa tukhrijuha an hada l'aslu toute chose dans la relation sociale est autorisée tout acte et pacte en islam est autorisé sauf preuve qui prouve le contraire et la preuve qui prouve le contraire ne doit être que texte scripturaire et non pas discorde et division entre les musulmans ayyuhal mu'minoun ihya'u vikra hijrati nabiyyina salallahu alayhi wa sallam on a la الذي نحن فيه البداية وهو أول باب بوّب له البخاري في صحيحه باب بدء الخلق كيف خلق الله عز وجل الخلائق ولماذا خلقهم وماذا أراد بهم وما هو مصيرهم لابقم يخشوز أي تديي نوديز لعلماء وما هو مواد وم feraشحه وبراء نحن في مح oatmeal ولم نحن شادقه نهاية سبب تقربون في سعamo ما هي حجحة وحجحة معiend تكسiner واستقربون في صع improbية وفي محطة السبب على محطة المسلحة وفي محطة المسلحة المسلحة وفي محطة المعرفة المسلحة وفي محطة الهيمانية وفي محطة المحطة في الى حيث بالنسبة لنا سنة نخبر الكمرس بين الأرقب والإشا كل سمدي نحن نجد نقربي l'année آخر الإنسان نواتف تقول كمعين بشكل سوات كمعين كمعين وعندما نسلم منًا لبخاري رحمه الله تعالى تقول لزيارة للمكاين فقط الإنسان وليوره مهد الأخب في صغيرنا ومهد الأخب في صغيرنا وليوره مكوش مكوش مهد الأخب ويلوره مكوش مهد الأخب كانت ترمز ولم ترمز وليوره او هذه الحلقات ومهد الأخب لكن سرمنا أخبارنا نحن، هؤلناً بخصوص الكبير وليوره الممنون بذلك كوميرناً أسأل الله عز وجل أسأل المسلمين